أنا فضلت الشيخ وأعتقد أن الكلام يطول عن المقارنة بين قبل الإسلام وكل هذه الشرائع القديمة والعادات وبعد الإسلام وماذا فعل الإسلام والسنة النبوية في رفع مكانة وشأن المرأة يبقى لازم أسأل حضرتك على مكانة المرأة في القرآن الكريم في القرآن الكريم نعم مكانة المرأة في القرآن الكريم يعني إذا قرأنا بعضها القرآن جاء ليتكلم يقول من آياته الليل والنهار أقول لك الليل والنهار ده آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض إذا والأبرق والأفلك والقمر والكواكب والنور وإي تاني والأنهار والجبال إي تاني القمر والشمس إي تاني المرأة إذا المرأة في السياق ده ومن آياته إيه يا رب أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا هي ده آية آية جاية في سياق إيه في سياق الحديث عن الخلق السماوات وعن الأرض وعن البحر وعن الأنهار وعن النبي على السلام يقول له أنتم مستغربين هو أنتم مستعجبين الدنيا دي كلها متاع الدنيا دي كلها متاع بكواكبها ونجمها وأفلكها وأنهرها ويأتها وجواهرها وعسلها وكل حاجة وأحلى حاجة فيها الله وخير متاعها نعم النساء الله أكبر الدنيا نعم متاع وخير متاعها نعم النساء إيه ده يا رسول الله عظيم مش هي ده اللي كنا بنبيعها ونشتريها مش هي ده اللي كنا بنهابها وكنا بنبدلها بالزواج وما كانش لها طلاق وكانت بتوأد في حفرة نعم أثناء الميلاد تنزل لو ولد ناخدها لو بنت نقطع الحبل السر في الحفرة مش هي ده لا مش هي ده ده أنتم اللي جاهليين نعم إنما مكانة المرأة عند الله سبحانه وتعالى نعم لما تيجي خوله بنت سعلبة نعم وتقول له يا رسول الله زوجي ظاهرني نعم قال لي أنت عليك ظاهر أمي والزهر ما كانش لي حلفوا قبل الإسلام خلاص تعلق لا تزوج ولا تطلق ولا يعني تكون زوجها انتهى أمرها فانتهى أمرها فتيجي تقول إيه يا رسول الله إن ضممتهم إلي جاعوا هو اللي بيصرف عليهم بصي بقى النبع السلام هيسمع الكلمة دي وإن تركتهم له ضاعوا إذا هو أنت حفظ هو أنت اللي حفظ الأبناء والأولاد والدنيا دي آه والنبي يقرها على ذلك خدني شابة وخدني ممشوقة وخدني معي أهل وخدني جميلة لما كبر سني وساب بطني يعني البطن طلعت شوية والأهل تفرقوا الأب والأم ماتوا دلوقتي ظهر مني يا رسول الله هم هم